لبنان بلد منهك اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وسياسياً من حوالي 3 سنين الدولار الأمريكي صار سعر صرفه بالسوق أكتر من 50 ألف ليرة وارتفاع أسعار الغذاء والدواء وأساسيات الحياة تعم لبنان يبدو أنه هاي كانت من بين كتير أسباب إلى جانب الفشل في اختيار رئيس الدولة دفعت نواب للاعتصام في البرلمان النواب التغييريون المعتصمون بالمجلس ممتعدين يعني من مصار هالجلسات وهالموضوع استأثر باهتمام كتير من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم وليد اللي اعتبر أنه النائب ملحم خلف لا يقوم بشيء من دون التنسيق مع رئيس المجلس نبيه بري أما حساب باسم فلسطين حرة فرد على النائب نجاة صليبة بمطالبتها والنواب التغييريين بالنزول إلى أرض الواقع واعتبر بقاءة وزملاء نواب المجلس المهزلة معنا مباشرة ومن مجلس النواب النائب ملحم خلف مساء الخير يعني هل بتاعتقدوا اليوم أنه تحرككم اليوم رح يجيب أي نتيجة أو يحرك هالمياه الراكدة سيدتي الكريمة هل الجمود هو يلي بيعطي نتيجة؟ هل الإبقاء على هذا الواقع المرير يلي عم نتخبط فيه من أشهر ومن سنوات حول هذه اللامسئولية بالتعاطي مع الشعب اللبناني؟ اليوم حضرتك عبتقولي أنه الدولار بـ 51 ألف ليرة 51 ألف ليرة إلى تبعات على يوميات اللبنانيين بشكل ما بتقدري تستوع بها إن كان على المأكل والمشرب إن كان على حليب الأطفال إن كان على الكهرباء إن كان على المياه إن كان على الطافق كل هذه الأمور من يعالجها؟ وقتما نكون نحن من دون حكومة ومن دون رئيس جمهورية وأمام مجلس نواب عاجز عن انتخاب رئاس رئيس جمهورية كل هذا هناك يضعنا أمام خطر حقيقي بعدم معالجة أولويات الناس هذا عدم المعالجة عندما نقف أمام المسئوليات تبعنا فبالتالي ما بنقدر إلا ما نكون بالتزامنا الأول يلي هو التزام بالدستور الذي يفرض على كل نائب أن يكون داخل المجلس النيابي وأن يقوم بانتخاب الرئيس هذا كله ليه؟ لأنه لا إمكانية لإعادة تكوين السلطة في لبنان يعني 11 جلسة للبرلمان ولسه ما تم انتخابها الرئيس برأيك عند أي رأم ممكن أنه يتم انتخابه؟ عند أي رأم جلسة سيدتي ليس الموضوع عند أي رأم سيدتي نحن عندنا مشكلة أساسية اليوم نحن بخطر السقوط الديمقراطية في لبنان وقت ما بيكون عندك حكومة وما بيكون عندك رئيس جمهورية والسلطة التشريعية عاجزة عن إنتاج هكذا رئيس نحن أمام خطر حقيقي بإسقاط الديمقراطية في لبنان لمصلحة ديكتاتوريات طائفية مذهبية زبائنية كل ذلك علينا أن نستنهد بعضنا أن نتضامن بأن نذهب إلى ما يفرضه علينا الدستور بالذهاب إلى المجلس النيابي ونجتمع فوراً وبحكم القانون لانتخاب من خلال جلسات متتالية رئيس للجمهورية ترجمة نانسي قنقر